كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد نهاية هذا الاجتماع خرجت بعض القرارات خلينا نطلع نشوف قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نقرأ أخبارنا أخبار البيت الكبير كل التحية مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وأيضا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض في الدقائق القادمة أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المهم المنعقد بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي القرار الأول هو الموافقة على اعتماد تكليف السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل إن شاء الله لبدء رحلة بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في دور الـ 32 كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله أن تكون بداية موفقة ويعود النادي الأهلي إلى منصات التتويج بالبطولة الحديقة عشر إن شاء الله بعد عدة أشهر من الآن اتنين اعتماد تكليف أيضا المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة من 28 إلى 10 إلى 10 إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري رقم 43 كل توفيق لرجال كرة اليد في هذه المهمة الأفريقية أيضا كذلك اعتماد الموافقة على تكليف الأستاذ طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة المشارك في البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر المقبل بإذن الله كل الأمنيات الطيبة أيضا للفريق الأول لكرة السلة القرار الرابع هو اعتماد تكليف المهندس محمد سراج عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد التي تشارك في كأس العالم للأندية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل بإذن الله كل الأمنيات الطيبة بتمثيل مشرف للفريق الأول لكرة اليد يعني عنده مهمة أفريقية ثم مهمة عالمية خلال الشهر القادم بإذن الله خمسة تم اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب بصفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والقاضي بتكليف يعني إحدى الهيئات الوطنية بتوريد وتركيب الألعاب المتميزة الخاصة بحدائق الأطفال في المقر الجديد للنادي الأهلي بالقاهرة الجديدة في تجمع الخامس وكذلك توريد تجهيزات غرف خلع الملابس بالتجمع الخامس خاصة أن الفرع بيشهد الآن حركة دقوب تتعلق بتجهيز المكاتب والأثاث الخاص بالمنظومة الإدارية والأجهزة الفنية مثل الحاسب الآلي وغيره وأيضا منطقة الحدائق وتنسقها أو ما نطلق عليه أو التدور استعدادا للافتتاح خلال أسبوع قليلة بإذن الله سيكون فرع يليق بأعضاء النادي الأهلي ويشار إليه بالبنان وعلى غرار المعقل التاريخي للنادي بالجزيرة وأيضا فرع النادي الأهلي بمدينة مصر وكذا فرع الشيخ خزايد تجمع الخامس قريبا صرح كبير وعملاق يضاف إلى إنشاءات النادي الأهلي وإلى صروح النادي الأهلي وتستمتع به عائلة النادي الأهلي بإذن الله تم أيضا الموافقة على بدء توريد أو اعتماد بدء توريد ملابس الرياضية الخاصة ببراعم قطاع الناشئين لكرة القدم ووافق المجلس أيضا في هذه الجلسة المهمة على المقترحات المتعلقة ببرامج الأنشطة الخاصة باحتفالات النادي الأهلي اللي بيحرص الحقيقة على تنظمها كل عام في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد هناك العديد من الاحتفالات والفعليات خلال شهر أكتوبر حياء وفخرا بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مصري ذكرى انتصار أكتوبر المجيد بإذن الله وأيضا اعتماد الاحتفالات والأنشطة المتعلقة بإحياء ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم المولد النبوي الشريف كل سنة وحضراتكم طيبين حاجات المهمة الحقيقة والمتعلقة بالإنشاءات والطفرة العظيمة اللي بيشهدها المقر الرئيسي وفروع النادي في كل المجالات تم تكليف المجموعة الاستشارية شاكر بالإشراف على مشروع تطوير حمام السباحة الخاص بالتربية والتعليم اللي النادي الأهلي له حق انتفاعه ليستقبل على الفور أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة اللي بيرتادوا مقر النادي الأهلي فقط في الجزيرة نظرا لعدم قدرة الحمام الرئيسي الموجود في الجزيرة على استيعاب الأعضاء فكان فلسفة المجلس وهو إيجاد مكان بديل هو حمام التربية والتعليم اللي للنادي الأهلي حق استغلاله إن شاء الله يتم تجهيزه على أعلى مستوى ويستقبل أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة أيضا تم تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بإحلال وتجديد عدد ملعبين لكرة القدم نجيل صناعي لبدء طرحهم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عامية الإحلال والتجديد مهمة جدا بالذات للملعب النجيل الصناعي وليبقى هذا الفرع الحياب من الفروع المتميزة بإنشاءاته وملعبه المتميزة أخيرا تم تكليف أيضا المجموعة الاستشارية الهندسية شاكر بالإشراف على تصميم وإنشاء المدرج الخاص بملعب أربعة لكرة القدم الموجود في مدينة نصر أمام حمام السبح ده ملعب الحقيقة من الملعب المتميزة جدا وقطاع النشئين يعني الإدارة بذلوا فيه جهد كبير جدا لتطويره لاستقبال المباريات الرسمية عليه الخاصة بقطاع النشئين وأيضا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن شاء الله سيتم إنشاء مدرج بمواصفات فنية دقيقة في ملعب أربعة بمدينة نصر أيضا المجموعة الاستشارية شاكر ستقوم بعمل إدراسات الخاصة بتقديم المواصفات الفنية لمحاولات الربط الكهربائي بمقر النادي بالجزيرة وعلى الرغم من هذه الظروف الحقيقة لكن العمل لا يتوقف في الجزيرة مدينة نصر في الشيخ زايد وقريبا بإذن الله التجمع الخامس لتكون هناك منشآت وملاعب رياضية تليق بعائلة النادي الأهلي وبأعضاء بشكر حضراتكم على حسن المتابعة كل التوفيق للنادي الأهلي بجماهيره الكبيرة والعريضة دائما النادي الأهلي في المقدمة والمصر الوطن الأكبر يجمعنا جميعا تحت بظلتها